السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشاكو في قناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي يجدد على القناة والاقدام كنقول لكم الله يحفظكم وشكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوين اللي كتحطوا لي بسم الله انا اليوم غدي ندير معكم واحد الكيكة اللي كتجي طالع وكتجي رائع بحل هكا وغير بجوج بيضات فقط وكتجي خفيفة هكا وكتجي قطنية وكندير فيها مقادر قليلة يعني ما تنقووش في هكا المقادر وكتجي روعة بسم الله على بركتي الله نغدي نجيب واحد الإناء فاش غدين نعجن وكندير قبصات ملحية اللي أولى كنديروح الكيس ديال سكر فاني حجم سبعة جرام فاصيلة خمسة وكندير نسكس ديال سكر سانيدة كندير جوج حبات ديال البيض كيف ما قلت لكم راه بجوج بيضات فقط وهناك نخدمها بالفوي أو بالضرب اليداوي كنخدمها مزيان بحل هكا حتى كد ذاك السكار كيدوب مع البيض والبيض ديالنك يطلع بحل هكا وهد الكيكارة كتجي رائع بحل البنات وكنزيد نسكس ديال الزيت مايو عديل خمسة وستسين ميلي لاتر سر ديال كيكا باش كتطلع يعني هي باش كنخدموه بحل هكا كنخدموه مزيان كنضربوه البيض مزيان والسكار والزيت وكنزيد هنا يا واحد العلبة ديال ياغورت من حجم مية وعشرة جرام كنضربوه مزيان بحل هكا هده هو السير دياله باش كتطلع إلا ما كتطلعش معاكم ره ما كتخدموهاش هكا مزيان صافي وغدي نجيب الدقيق نضربو الدقيق اللي خاص بالحلويات كنضربوه الول والكس تاني معا مرش غدي نضيف هنا يا عندي ميتين قرام ديال الدقيق غدي نضيف الكس تاني وكنعودوه في النخل ضروري ما كنعودوه هكا في النخل كنجيب جوج اكيس ديال خميرات الحلويات من حجم ستاشر قرام يعني بجوجهم كيساوي ستاشر قرام صافي وكن بدي ندير فوي بحل هكا وكنخدم هكا الدقيق مع البيض كنقو نخدموه الدقيق مع البيض حتى كيبالينك يدير ذاك الخيط ما كيبقاش يتقطع بعدما كنهزو هكا الفوي غدي نضيف واحد المعلقة غدي نزيد واحد المعلقة ديال الدقيق هنا إلا شفناها بقى خفيفة كنزيدوها هكا واحد المعلقة ديال الدقيق لان إلا بقات خفيفة ركتنزل خصة ضروري تكون شوية تكون خاترة ما تكونش خفيفة بززاف ثم نشفسو القوام ديالها كيفاش دير وغدي نزيد واحد المعلقة ديال الخل صغيرة كندير بحل هكا السباطولة باش غدي نجمع الجوانيب صافيو كنقلب هكا الكيك بالجنب دياله باش ما كيبقاش لنا الدقيق تماما وغدي نجيب واحد المول من حجم اتنين وعشرين سنتين الدورة دياله صافيو كند هنا كبز بدم زيان المول ركنديرو المول اللي كيكون عندنا المهم هي كيكا ديالنا تطلع وتجي خفيفة وتجي قطنية وكندير شوية ديال الدقيق غدي ندور بحل هكا على هاد المول المول وكنسوس الدقيق اللي كيبقى صافيو غدي نضيف الكيك ديالنا كندور بحلقه وكنضيف بشوية بشوية باش ما نعمروش هادوك الجنب حتى هادوك الجنب يلغ إلى هكا قاسهم بحل هكا العجينة را هكا يحبسوا ما كيخليوش كيكا تطلع ضروري ما يكونوا الجواني بحلقه يكونوا نقيين وكنضيفوا الكيك بشوية بشوية ما تنزربوش عليه ايدنا كتكون هكا عالية صافيو كنن هكا كننخبطوه مع طاولة العمل بعدها باش كندخلو كنشعل فران على درجة الحرارة 180 كنشعل عليه من تحت خضم عانا هنايا 40 دقيقة وعدها باش كنشعلو عليه من فوق كيتحمر يعني 40 دقيقة راه كافية صافيو غدي نقلب الكيك ديالنا لينشوفو الكيك كدير واش محمر من الداخل ديالو هنا كنخليوشوية حتى كيبرد بعدها باش كنقلبوه ثم شوفو كيك ديالنا كيفش طالعك كتجي من اروع ما يكون كتجي طالع البنات وكتجي ديالت حمارك الوجه وحال هكا راه هي طابت وبدت كتبرد كنخليوها حتى كتبدا تبرد باش ما في الول ما كتنزلش لنا يلح طينا وهي بقى سخونة راه كتنزل صافي هنا غدي نزينها بشوية ديالعسل لاننا ما قولش السقار شفتوه معايا السقار ندرت نسكاس فقط نزينها بشوية العسل او نزينها بالمربع على حسب اللي متوفر او نقدر نخليوها بحالة كوك مكتافيو بها صافي و ندلها شوية ديالكوك نزينها بالكوك و لدينا اللوز او لدينا اللوز او لدينا اللوز او لدينا اللوز او لدينا كنزينوا بالكي كديالنا كتجي خفيفة و غدي نقطع معاكم واحد القطعة باش شوفوها كيفاش جات نخلى شوية حتى كتشرب هكا الكوك كتشرب الكوك صافي و غدي نقطع واحد المرسو غدي تشوفوه معايا كتجي رائعة و كتجي خفيفة و كتجي طالعة يعني اعطيوها حقها في الطياب و ما تحلوش عليها الفران تماما كتخليوها 40 دقيقة عده باش كتطلع عليها ثم شوفو كيفاش كتجي كتجي من ارواع ما يكون و ما تنسوش الى عجبكم فيديو ما تنسوش شاركوه في القناة و تضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوسطوا بجديد الاجداد على القناة و الاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة و شكرا على التعاليق اللي كتحطوا لي و غدي نخليكم مع الصور و نقول لكم الصحة و الراحة و غدي نخليكم مع الصور و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا على المشاهد و شكرا على المشاهدة